ايضا عندنا يعني وده الحقيقة قالت كلام مهم جدا احنا في المراحل الاخيرة للفاكسين بننصح كل الناس انها بالذات اللي عندهم امراض ربوية وبالذات اللي عندهم يعني امراض في الصدر ان هم ياخدوا فاكسين الالفلونزة العادي وده متوفر في المصل واللقاح خلونا ذهب لي قضية اخرى سريعا صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي ليسجل كان عنده توقعات بنكماش 4.9% عدل هذه التوقعات تبقى 4.4% الخبر الاهم بقى في القصة دي هو نظرة الصندوق لمصر والاقتصاد المصري لانه كان متوقع انه يحصل انخفاض في معدل النمو يصل الى وان معدل النمو يصل الى 2% الحقيقة انه عدل توقعاته انه معدل النمو خلال المال العامي الحالي ليه 2.8 من 10 كانت لو كنت دوتما افرقا شكرا